أهلا وسهلا بكم يا أحباب في أوردو جارة ترابزون وجنة شمال تركيا أوردو تعني الجيش باللغة التركية وهذا طبعا يعطينا لمحة عن تاريخ هذه المدينة وسبب تأسيسها طبعا هذا يعود إلى أيام العثمانيين اللي قرروا أن يقيموا معسكر في هذه المنطقة أما الاسم القديم للمنطقة فهو كوتيورا والذي يعني باللغة اللازية القديمة أرض الفخار تبعد أوردو عن ترابزون حوالي 180 كيلو متر وكواحدة من مدن منطقة شرق البحر الأسود في تركيا فهي تعتبر شقيقة لمدينة ترابزون وشبيهة لها في كل شيء تقريبا الطبيعة والشعب والموروش والأتلات والرقصات وغيرها أول وجهة ميز أوردو عن أختها ترابزون هو التلفريك التلفريك الجميل اللي توسط هذه المدينة تأخذكم عرباته إلى أعلى تلة بوستابا نفس هذه التلة تقريبا وبنفس الاسم أيضا موجودة في ترابزون لكن هناك لا يوجد تلفريك بصراحة الصعود في هذا التلفريك واحد من أهم أسباب قدومي إلى هذه المدينة واحد من الوشات اللي بصراحة لأبد من زيارتها عندما تزورون أوردو هذه هي أحباب قمة تلة بوستابا مطلالتها العجيبة على كامل مدينة أوردو تلة بوستابا هي ثاني وجهاتنا في مدينة أوردو مطل بوستابا رح يشوفكم كل أوردو ويضع أجمل غاباتها ومساحاتها الخضراء بين أيديكم وأنتم تستمتعون بارتشاف الشاي في هذا المكان المرتفع ليس فقط جمال الطبيعة هو ما يميز تلة بوستابا هذا السوق الجميل المكتظ بالمتبضعين والباع والسلع التقليدية المميزة يعطي لهذا المكان رونقا وروحا خاصة تجذب إليه السياح الذين غالبا ما يقررون البقاء في هذا المكان النهار بطولة ما شاء الله ما شاء الله شكرا شكرا ثنيا من هذه الذرة 40 ليلة أسعار غلط جدا جدا في تركيا شكرا 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 بأمانة المنظر من هذا التراس هذه الأطلالة من أجمل ما يمكن مشاهدة في كل تركيا ويمكن على مستوى العالم بصراحة أطلالات خلابة من كل مكان شكرا روعة المنظر ورانا شيء مذهل مذهل يمكن الوصول إلى هنا أما بالتلفريك هذا اللي ورانا وأما من خلال السيارة يوجد طريق للسيارة أعتقد من الجهة المقابلة رح نجرب هذه الجلسات الجميلة فوق التلة فوق تلة بوستفر كيفو المنظر مننا؟ مكان؟ كدا القاعدة هنا شكرا اللي يصعد إلى أعلى هذه التلة وتهب علي النسمات القادمة من هذه الجبال ينسى تماما أنه في عز الصيف شهر تموز في أوردو حنين جدا سبحان الله الجو هنا مو فقط مثالي يعني ما تحس أنه صيف أبدا أبدا شكرا ما تحلل قاعدة من غير القهوة التركية هنا رح نجرب بعض الأكلات التقليدية الخاصة بمدينة أوردو يلا أعتقد مطقة أحلى من هذا المنظر يشوف الواحد مع الأجم في أي مكان أزوره أحرص دائما على أن أجرب الأكلة الخاصة بهذا المكان هنا أوردو رح نجرب أكلات على ما أعتقد لا يمكن تجربتها إلا في هذه المدينة طبعا المطعم يقدم كل أصناف الأكلات التركية المشهورة جدا مثل الكباب وغيرها لكن برأيي تجربة الأشياء الخاصة بالمدينة إلى الأولوية هذا المنظر يشيحي على الأجم أولا ستار حسب شكت رح يجمالي طبعا هذه الأكلات خاصة بأوردو ما رح تنقلها بأي مكان آخر أول طلباتنا وصل بالحقيقة من أشهر الأكلات التي يمكن تجربونها في أوردو شربة البنجر وياها الخبز المصنوع من الذرة بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة ليس المذاق الألذ لكن المذاق غريب طبعا شبيه جدا بنكهة السبانخ شكرا شكرا هذا الطبق عبارة عن نباتات برية لا توجد إلا في أوردو بصراحة لذيذ جدا 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 مجموعة نباتات لكنها غريبة فيها طعم شبيه جدا بالفطر وهذا هو الأشكايران خضار بري لكن سبحان من أعطاه هذا الطعم العجيب سبحان الله مذاق مذهل لا تنسون أن تجربون هذه الأكلة في أوردو هذه أيضا تستحق أن تجربوها لما تجون على أوردو فاصوليا تركيبتها لا أعرف لكن مذاق الدهن الحر شي فضيع تركيبة عجيب مجال آخر تتفوق بيء أوردو على طرابزون هو العكي أجمل بكثير من أكل طرابزون بطعم جميل لأكل ممتاز لكنه غالي شوي أهلا وسهلا بكم في مدينة البندق هذا هو نبات البندق التي تشتهر في مدينة أوردو هذه هي كسارة البندق حسنا رح نغادر منطقة بوزففة رح ننزل جو إلى أوردو للمدينة نحن يمكن أطيب هواء ممكن تشتمونا بالدنيا كلها مليئ بالاوكسجين نالله عزيز شدحام شديد جداً لازم لازم حتى تصعدون بسلام وبهدوخ تجون من وكتي يعني تجون والساعة مبكرة من الصباح طبعاً التلفريك يفتح بوابا ساعة تسعة تعالوا بهذا الحدود ساعة تسعة ساعة عشر وراه يسر اسنحو ميزة أخرى تميز أوردو عن جارتها ترابزون الشواطئ الرملية في وسط مدينة أوردو بالرغم من وقوع المدينتين على سواحل البحر الأسود لكن شواطئ أوردو أجمل بكثير من الشواطئ الصخرية لمدينة ترابزون شواطئ مدينة ترابزون تقع إلى مسافة بعيدة إلى حد ما عن مركز المدينة أما شواطئ أوردو فبالمركز هذا بصفنا هنا التلفريكي وهذه الشواطئ الرملية خلونا نستمتع بجمال هذه الشواطئ الرملية الخلابة ونتكلم وجهاً لوجه مع البحر الأسود طبعاً في أشور الصيف يكون شكله جميل ولونه رايق أما لونه الأسود الحقيقي وشكله الكيب فيظهر في فصل الشتاء فعلاً فعلاً يصبح البحر الأسود يصبح بحر أسود بكل ما فيه بحجارة بشكله بلونة بالسماء اللي فوقها لكن ما دام إحنا بعشر الصيف لا الوضع ممتاز هذا يا أحباب هو مركز مدينة أوردو سبحان الله يعني التلفريك منطي للمدينة روح وحياة عجيبة أعتقد شكلها راح يكون أكثر مللن وأكثر روتينية وأكثر سكون من غير هذا التلفريك فعلاً وجهة ممتازة فكرة مبدعة تعاليوا أحباب نستكشف شوارح هذه المدينة الجميلة مدينة أوردو هذا اللي أمامنا أقدم جامع في مدينة أوردو شيء من تاريخ هذه المدينة الحديث تحكيه هذه التماثيل هذه السفينة هؤلاء القادة طبعاً كل شوية أجدد أعجابي بالشوارع المخصصة للمشي بهذه المدينة قمة العناقة أنيقة أنيقة فعلاً تحكيه تحكيه ج результат تحكيه تحكيه واحدة من اقدم الكنائس في مدينة اردن بعد المشي لمسافات طويلة هذي اروع فكرة ممكن انه تشاهدونها بالشارع مكان تمددون علي حتى ترتحوا روعة تجربة الاكلات التقليدية والفلكلورية الخاصة بكل مدينة شيء مهم جدا لنجرب واحدة من اجمل الاكلات عذروني اليوم صادف 15 تموز ذكرى الانقلاب العسكري اللي يمره بتركيا فيعني الاصوات من كل مكان احتفالات منها بالسيارات ومنها خطب فعذروني الصوت صعب شوي راح نجرب البيدة او الفطائر الخاصة بمدينة اردو هذي اكلة تميز اغلب مدن البحر الاسود هذي البيدة ما توسح الكام هذي كارشيك بيدة يعني خلطة فيطا يعني حاطينها كلش بسم الله الرحمن الرحيم مذاق فاخر خليط من الجبن واللحم والسجق الصوسج مع الدهن الحر السمن البلد جميلة جدا الحمد لله تم المسح را intertwنا ONE وتجربه بالسجق الصوت ... ... ... ... ... ...